بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزء التاني في الشابطة الرقم 7 نتكلم فيه على وحدات خياس الحجوم الحجم هو مكعب حصل ضرب طول في عرض في ارتفاع نيجي نتكلم على وحدات الحجوم في النظام الانجليزي الأول أو النظام الانجليش زي ما بيسميه وبعدين النظام المتري أو النظام الفرنسي القدم المربع يساوي 12 بوصة في 12 بوصة في 12 بوصة تطلع 1728 بوصة مربعة طيب اليارضة المكعبة الواحد يارضة تساوي 3 قدم طب أنا هضربه في نفسه 3 مرات يبقى كاني بقول 3 فيد في 3 فيد في 3 فيد تطلع 27 فيد مكعب أو قدم مكعبة الواحد أرك فوت ده بيساوي 43.560 سكوير فيد الواحد فوت بيساوي 43.560 كيوبيك فيد ده النظام الانجليزي المقابل لي في النظام الفرنسي إن أنا أخد المتر المكعب الواحد متر بيساوي 1000 ملي متر لما هكعب الكلام ده كايني بقول 1000 في 1000 في 1000 ده يديني 1 مليار ملي متر مكعب طيب لو حولت المتر إلى سنتيمتر أقول طيب يبقى الواحد متر المكعب يساوي المتر عبارة عن 100 سنتي هكعبها يعني كأنها ضربها في 100 في 100 تاني تديني 1 مليون سنتيمتر مكعب عشان أحول من نظام لنظام هتعلم الأول إزاي يحول من نظام انجليزي إلى النظام المتري لأن النظام المتري أسهل لي الواحد متر مكعب بيساوي 1.3079 يرضى مكعبة الواحد يرضى المكعبة 35.3145 فيت مكعب بعد كده هنبتدي نتكلم على الزوايا ووحدات قياس الزوايا وهنشوف إن عندنا أكتر من نظام لقياس الزوايا ما هوش نسيستم واحد الأول هنعرف إيه هي الزوايا تعريف الزوايا بمنطقة البساطة هو انفراج ضلع عن ضلع آخر يعني أنا كان عندي ضلعين أو منطبقين على بعد فقيمة الزوايا بزيرو لما الضلع ده ابتدى يتحرك كده شوية انفرق كده عن الضلع الأساسي بقيمة هذه القيمة هي قيمة الزوايا يبقى تعريف الزوايا هي ايه؟ هو انفراج ضلع عن ضلع آخر لو افترضنا إن أنا منطبق على المحور إكس والخط دوت الترمينال سايد دوت ابتدى يتحرك كده عكس اتجاع عرب الساعة لغاية لما وصل للوضع بتاعه مقدار الانفراج ده هو ده قيمة الزوايا هنا برضو المحور إكس بس ده ماشي مع اتجاع عرب الساعة فمقدار الانفراج ده برضو هي قيمة الزوايا ودي هي قيمة الزوايا وهكذا إذن قيمة الزوايا ممكن أخذها في اتجاع عرب الساعة وممكن أخذها عكس اتجاع عرب الساعة مش فرقه دلوقتي هنتفق فيما بعد هي هتتخذ في اتجاع عرب الساعة ولا عكس عرب الساعة أول نظام من أنظمة قياس الزوايا هو النظام الدائري أو الradial method أو الradial measurement الradial هو إيه؟ الradial بيعبر عن الزوايا بأنها طول القوس المقابل لهذه الزوايا يعني الأساس عندي القوس ده طول القوس ده هو ده قيمة الزوايا طيب قيمة القوس برضو هو نفس الحكاية قيمة القوس هنا قيمة القوس هنا أي قوس من دول هو قيمة هو ده اللي بيعبر عن قيمة الزوايا المقابلة ليه قطول قوس قوس